نحن بطلة من بطلاتنا في المصرعة سمر حمزة يمكن اللعبة دي دايما بيقابلها سؤحظ سمر من لعباتنا الكبار في المصرعة لعبة بطولة التصنيف العالمي في تونس وفازت بالبرونزية في إنجاز جديد دي سمر طبعا حمزة نجمتنا الكبيرة في المصرعة وأحد المرشحات لميداليا أولومبية في 20-24 في باريس سمر حمزة لعبة منتخبنا الوطن المصرعة حققت المركز الثالث والمديلة برونزية خلال مشاركتها بطولة التصنيف العالمي والتي تلعبت منذ أيام في تونس الشقيقة سمر حققت المديلية البرونزية بالرغم من إصابتها في نصف النهائي وده اللي تسبب في إصابتها ولكنها أصرت على استكمال البطولة وفازت في مباراة البرونزة عشان تحقق مديلية غالية سمر كانت حققت المديلية البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبض المتوسط والتي تلعبت في الجزائر نهاية الشهر اللي فات وكمان هي أول مصرية تحقق مديلية في بطولة العالم بعد ما كسبت المديلية البرونزية في بطولة العالم الأخير منذ كل التوفيق لسمر الحقيقة بتبزي المجهود ودعم كبير جدا من اتحادتها بس الحقيقة قبل ما أطلع الفاصل عشان استقبل ضيفي كابتن محمد عبد الوارث أنا حقيقة عايز طبعا أوجه كلمة لمنتخب اليد التونسي الحقيقة هم عملوا مباراة جيدة الأشقاء في تونس ليهم عزة عندنا كبيرة جدا ولا تلتفتوا لأي كلام بيتقال تونس شقيقة بلد شقيقي يعني يمكن أكبر محترفينها أو أحسن محترفين جوم النادي الأهلي أو جوم مصر كانوا من دولة يعني من أفضل طبعا المحترفين من دولة تونس الشقيقة لأن الحقيقة في بعض الكلام اللي بيتقال من هنا أو من هنا يعني الكلام ده طبعا إحنا يعني متمسكين من منتخب التونسي من أفضل منتخبات كرة اليد الموجودة ومصر وتونس دايما أشقاء وهو البطل التاريخي عشر ألقاب فطبعا ما يقللش أبدا من المنتخب التونسي لكرة اليد بنتمنى له كل التوفيق وكل الاحترام أنا بقول لكم كل الاحترام للأشقاء التونسة شفتوا النهاردة عملوا جيم قوي جدا وعندنا كمان الشهر الجاي في باسكتبول هيلعب تونس هناك فإذا البلدين دايما ما بيننا وبين بعد تنافس ريادي شريف في الآخر بيجمع الأشقاء دايما أشقاء بين مصر وتونس يعني زي ما بيقولوا حاجة علاقة دم يعني إحنا يعني بلد واحدة وكلنا وشفنا كمان في الجزائر شفتوا الجزائر عن شعب الجزائر اللي احنا من هنا عشدنا له وشكرناه مش احنا بس كل نجومنا اللي شرفونا اللي جوموا من مهران في بتوتر البحر المتوسط وقديت دعم الجزائر الغير محدود مصر مصر كانت بتجلجل وبتهز يعني كل جوانب الاستدادات وهي دي اللحمة العربية وهي دي الترابط العربي اللي بنتطلع به في الرياضة دايما الرياضة تكون سبب لتقارب الشعوب وهو ده ما بالك بقى هذه الشعوب شعوب عربية يعني بيربطنا علاقات تاريخية كبيرة جدا فالحقيقة انا بقوله وبكرر وده لازم يبان ولازم يعرف كل الاحترام والتقدير لمنتخبات تونس الشقيقة واهلا بيهم في اي وقت واحنا مراحبين دابتنا ومكاننا في تونس ودايما بنحس ان احنا بنلعب في بلدنا التاني تونس فده مش محتاج كلام وانا حبيت اأكد عليه احنا كالرياضين عارفين قيمة وقامة كل المنتخبات التونسية